عودة أخرى إلى دكتور رحمد العباسي هل كان وزراء سيد السوداني باختيارة بأريحية برأيك؟ نكمل الحديث على أن هذه الولادة المعسرة التي أجت بسبب الظروف التي مرت بها سنة إلى شكلة الحكومة فبعض الوزراء أجوا رغما على اختيار الأخ السوداني فالبعض منهم اضطى هذا الوعد إلى الشعب وكذلك ألزم المكونات اللي هم الطوح الرية مطلقة في حينها وقالوا لك الخيار الكامل بالاختيارات لكن هذا يبدو شكلا جهارا لكن بالعمق تجد أنه خلاف ذلك والدليل على أنه ظهرت وجوه هي محسوبة تماما على أحزاب والبعض منها مع كل الأسف لم يكن بالمستوى اللائق اللي أن يفقه بإدارة وزارة أو لديه مهنية أو تخصص بوزارات مهمة شخصيها؟ يعني نحن نحن بهذا المعرض نفتح لا لأ المردس ما أقوله شخصيها جنابكم؟ هو على أساس ذلك التقييم الذي يجب رئيس الوزراء على أن يكون التغيير أربع وزارات إلى ست وزارات أو سبعة الحقيقة بعض المختصين والمتابعين المعتدلين واللي يتحدثون بالمنطق أن الاستحقاق يصل إلى دعش وزارة المفروض أن يتغير في فريق حكومة الأخ السوداني فأرجع على سؤالي اللي لحد الآن ما جوابنا لا أنا والأخ المساري أنه هؤلاء الكتل اللي يخشون الشعب العراقي ويخشون الجمهور اللي يراهن عليه الأخ السوداني لكان مبكر كان التغيير يعني من الدورة الأولى والثانية والثالثة فأني كنت في دورة مع أخي وزميل في الدورة الثانية تحمل الكتل جنابك؟ يعني هنا الجمهور الواعي أنا أعاتبه اللي ما يشترك بالانتخابات اللي يمثلون سبعين بالمئة مع كل الأسف هي الطبقة المثقفة والواعية ظنا منه بأسباب كثيرة على أنه الانتخابات مزورة الانتخابات اشتركنا ما اشتركنا هي نفس الشيء فهذه مو مبررات حقيقة وإنما هذا هو انهزام عن الحقيقة ومي من الدواجة هذا عن تجربة هذا عن تجربة فقدان الأمل عن تجربة لا هو ما شارك من أول يوم اشتركوا في القناة